السلام عليكم مشاهدين الكرام نقدم لكم أحوال التقص من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر عودة الأجواء الصيفية المشمسة والحرة نوعا ما على أغلب المدن الشمالية للوطن بداية من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء القادم لتعود درجة الحرارة لمعدلها الفصل بداية من يوم الأربعاء القادم بحول الله نستهل أن نشرتنا الجوية كالعادة بصورة القامة الاصطناعي والتي توضحها دائما تمركز بعض الصحب ستكون دون فعالية لتخص أغلب المدن الشمالية وحتى المدن الجنوبية نمر الآن لتوقعات التقصص بيحة الأحد الأجواء ستكون غائمة جزئيا بصحب سفلة تكون دون فعالية لتخص المدن الوسطى وحتى المدن الشرقية لكن الأجواء ستكون مشمسة وصافية على العموم بالمدن الغربية والمدن الجنوبية تبقى دائما الأجواء مشمسة وصافية باستثناء دائما بعض الصحب لتكون دون فعالية لتخص أقصى جنوب وصولا لغاية جنوب الشرق زوابية رملية أيضا تنشط دائما على والصحراء وحتى على الجنوب الغربي بالنسبة لدرجة حالي نسجلها لصبيحة الأحد بحول الله ستصل إلى 18 درجة بكل من مدينة وهران والجزائر العاصمة وحتى تيزي وزو سجل 14 درجة بمدينة سطيف 19 درجة بأعناب 12 ببتنا 16 بمعسكن 15 درجة بقسنطينا بالجنوب سيتم تسجيل 18 درجة بمدينة بشرة 22 سجلها بتندوف وكذلك أدرى 23 درجة بعين سرح 18 بـ 28 درجة بورقلا و21 بالود و28 درجة بأقصى الجنوب بمنطقة عين قزان نمر الآن لتوقعات التقصي لظاهرة الأحد ستبقى دائما بعض الصحب الخفيفة يكون دون فعالية لتخص المدنة الوسطى وحتى المدنة الشرقية الأجواء تبقى دائما مشمسة وصافية على العموم على المدنة الغربية بالجنوب تبقى دائما الأجواء مشمسة وصافية العموم باستثناء بعض الرعود المنعزلة لحتى تنشط على منطقة تمنص وكذلك مرتفعة الأهقار والتاصيل زوابع رملية أيضا ستبقى دائما تنشط على وسط الصحر وحتى على الجنوب الغربي هذه الوضعية الجوبية ترفقها درجة حرار قصوة تكون نوعا ما مرتفعة لتصل إلى 35 درجة تحت الظل بمدينة وهران سجل 32 درجة بتزوز وكذلك الجزيرة العاصمة بصيف 34 درجة سجلوها بمدينة عنابة 30 بالجلفة وبجاية 35 درجة بمعسكر بالجنوب سيتم تسجيل 34 درجة بمدينة بشارة 38 سجلوها بكل من تندوف وكذلك عين صلاح 37 بأدر 34 درجة سجلوها بمدينة الثامنراس 33 بورقلا والود 42 درجة كأعلى مقياس سجلوها بمدينة عين قزة نمر الآن إلى إطلال خفيفة على السواحل الوطنية حيث سيكون البحر بداية من سواحل بنصاف نحو وهران مصطغان تيباز إلى غاية جزائر العاصمة بومردس وبجاية جيجيس كدعنابة إلى غاية القالة سيكون البحر هادئ إلى قليل إطراب وفق رياح الغربية إلى جنوبية غربية تراوح سرعتها ما بين 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة قبل أن نختم نشرتنا الجوية نتجه اليوم لولاية البوليدة والتي تقع شمال وسط الجزائر تبعنا الجزائر العاصمة ب50 كيلومتر والذي يحب تزيارة المدينة خلال أيام القليلة القادمة فإن التقص بها سيكون غائم جزئيا وهذا بداية من يوم الأحد إلى غاية يوم ثلاثاء القادم بحول الله مع درجة دنيا تراوح ما بين 18 إلى 21 درجة خلال صبيحة وما بين 31 إلى 36 درجة خلال الظاهرة ريح تكون ضعيفة متعد 15 كيلومتر في الساعة أما نسبة الرطوب رح تكون نوعا معتدلة لتصل إلى 50% في الأخير نختم نشرتنا الجوية بورقة المعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذا مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختم من نشرتنا دومتوم في رعاية لا وحفظه السلام عليكم